اشتركوا في القناة هذه السيولة الفكرية والسياسية والمواقف المرتبكة والمضطربة والتلوين اللي عمال يحصل في المواقف شفنا انه يكون من المناسب جدا انه شرفنا مهندس عبد المنعم الشحاد برحب بحضرتك شكرا انك جيت من اسكندرية واستنيت الفترة الطويلة دي انا بعتذرلك على الانتظار انا انا عايز ابتدي معاك الحقيقة رغم ان العدن ابتدي بسؤال بس انا عايز ابتديلك بمنطقة يمكن انا بتحسس اني اطمئن فيها لان كنا بنتكلم شوية عن الخلاف الاتهمات المتبادلة في موضوع تأسية الدستور الليبراليين بيقولوا مش عايزين التهار الديني يسيطر على كل حاجة والاخوان عاملين كل حاجة والناحية التانية بيقولك انت شو عايز تهار الدين ليه يا حبيبي ده انت كده عايز تطلع الدين من معادلة الحكم انا شخصيا من وجهة نظري وقلت ده من شوية للسادة المشاهدين بقول ان الليبرالية في مصر ليست مطلقا زي العلمانية الاوروبية كما ان الاسلاميين في مصر ليسوا مثل رجال الدين في اوروبا يعني لا كهانوت ولا انحراف خالص الخوف باش مهندس الخوف ان فيه كلام كبير انت قلت جزء منه واخرين حوالين الديمقراطية والتسفيه منها يثير فزعنا وانا بعتبر نفسي من المثقفين او الاعلاميين الليبراليين يثير فزعنا فيما يتعلق هو منعم الشحات او غيره او خارة الشاطر او غيره او حزب مصر او غيره لو جي للسلطة بالديمقراطية هيسبها كده ببراءة ولا هنرجع نستخدم المصرحات القديمة فبقاجي بدل ما اختلف معاك في زمن مبارك كنا نختلف مع مبارك نبقى معارضين في زمن الاسلام السياسي نختلف معاك وتبقوا ايه كفار طيب كويس الحمد لله السلام عليكم هو خليني اخد من كلام حضرتك انك اعترفت خليني استخدم حلو الاعترافات بان الليبرالية لو قلتها وسكت والعلمانية لو قلتها وسكت والطيار المدني لو قلت وسكت حينصار في الزهن الى صورة ما مرفوضة من الشعب المصري صحيح مفيش كلام يبقى اذا هذي واحد بقول لا انا خدت الفكرة دي وطورتها بما يتوافق مع الشعب المصري فبنعترض عليه اولا بقوله طب سبني بل مش سبني بقى بنحط ايدنا في ايدين بعض ونعلن الرفض الصريح القاطع للفكرة اللي كلنا اتفقنا انها خطأ دي اللي هي لبرالية هي عند اهلها كما هي في الغرب كما هي في الغرب حديك مثال صغير جدا كام النهاردة اسأل لو سألنا الاعلاميين وانا بخيزة عمم يعني عشان انت لسا بتقول لي سحرت في الهول لا هو احنا بنتكلم في اعلام في الهول وبنتكلم في اعلام موجه هو ده الراجل كان قصده كده العيب ممكن يكون في التعميم والاعتظار انه مباشر جدا لا انا اسف انا قصدت نوعية التي تقلب الحقائق نخافري كل في القلب في القلب لا 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 قوانين تطلع تخلص لا ما تخلص طيب يبقى احنا اولا عايزة قدي حركة نسان حادثة قطع الودن كل من غزوة السنديق ممكن ترى الاعلام مزاكرها ولسا بزاكرها طيب من صاحبة المدونة العارية من حفيد النجم العالمي اللي قال انه مثلي ليه ما قمناش تقول الحق يا مصريم طبعا ده انحراف اخلاقه بما يعني ان انا امام طرف ليس لديه المناعة الكافية امام هذه الانحرافات خلينا هي انحرافات يعني القضية يعني القانون يعني فيه فرق بين النظام الاسلامي او اي نظام منظمته الشاملة وبين الحواجز والموانع التي تمنع من الانحراف فاذا بتكلم انا وجد انحراف انا شفت انزعاج بالغ جدا في حاجة لا ترقى ان تسمى انحراف في خطأ لفظي من الشيخ فلان خطأ لفظي من مرشد الهوان والراجل قال انا لم اقصد التعميم كانت تخلص لا ما اخلصتش حضرتك في المقدمة قلت كلنا خايفين والله قلت كلنا عند المرشد صحرة فرعون اهملت انه قال انه طلع بيان قال لا مش كلكم يعني استاذ عمراء دي بكاما لو كان والراجل قال صحرة فرعون دي حضرتك بتقولها على نوع من الاعلام بتسميه اعلام موجه او بتسميه اعلام فلول الذي يقل بالحقائق السحر هو اقل بالحقائق دي قاموس هذا الرجل كنا احنا قاموسنا يعني قاموس الشباب او الجيل الجريد او الجيل المدى او الطيار المدني اللي ما بيرجعش لادبيته من حتة تانية ما يحكمش الراجل او على القل والله اول ما تقال له انت غلط اه فعلا انا غلط استخدمت اسلوب عام كل الخوف في طبيعة القوانين اللي هتحاسب صحرة فرعون دول انا ليه مع الطيار المدني لم اجد الانزعاج الكافي عندما يغزونا شيء يخالف عددنا لا ما عليش تعال نشوف زي ايه ما انا قلتلكه علياء المهدي قلتلك حفيز دعومر الشريف حتى ميدان التحرير والثوار الصغار السن رفضوهم وطردوهم الميدان يعني في علياء المهدي خلينا نتكلم في اليوم السابع ماشي على غزوة السنديق وكم مقالة على علياء المهدي كتير جدا والله كتير جدا على غزوة السنديق والاتنين لا طب اقول للنسبة انت الله عايز التعريب لا اقول لي عشرة الواحد لا طبعا اكيد غزوة السنديق اكتب ما فيش كلام بس هقولك ليه تنتيم الواحد انا بزود مش بقاله لا 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 انا هقولك ليه طب بس ديني بقى فرصة رد ما تسألتني لا اخي طب اكمل انا اكمل اكتب عندك اكتب عندك لا لا علياء المهدي في النهاية في النهاية علياء المهدي دي مجرد حدث عارض ناكرة لوحدة مجهولة لكن لما يبقى يطلع من شيخ كبير ان ثوروا على التقاليل وثوروا على الدين وعمل دي يعني ما احنا بنقول ايه الوقاية انت فين الحاجز الوقاية بتاعك طب احقول لك حاجز خلينا في الشيخ الكبير طيب طيب اعلقه رمز قبلة كل ده انا سؤالي انك مش مطمينين لا انا هطمينك خالصة رمز سياسي كبير جدا قبل ممثلة عالمية محدش قال له حتى انت رجل مصري حتى لو انت متربي برا او عايش برا لا تصدم المصريين في عادتهم انت عارف السادات اللي طياروا قبل دكتورة البردعي وانجلينا جوا طب انت حول انا بحبش اقول اسي طب ما هي ما هي على هو يعني خلاص انت فين انزعاج بل بالعكس في مقالات ما قالك بس كده يعني ما قالك طب خلاص خليني بقى غزوة السنادي كان مقالة رجل كل عمره عايش في الغرب ومش داخل انتخابات الرئاسة لا ده بالحقس درجة برمز ده رمز التغيير ده هو احنا ده ايقونة الثورة يعني انا هنا بقدمه انه رمز الطيار المدني كله متفق على رمزية البلدية طب انا الرمز الكبير بتاعي ده لما يعمل كده دي انت بنته شفت لا طب يعني انت انت رجل يعني